خلينا نروح للدراسات ودائما بيكون لنا دراسات من حول ان احنا نستعرضها مع حضراتكم وهي مناسبة جدا للاجواء اللي احنا فيها عن اطعامة بتساعد على تبريد الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا بنشوفها تناول اطعامة بتساعد انها تبرد الجسم تخفف مشاكل كمان الهضم وبتخلينا نشعر بالمشاط اهم الاطعامة دي هي الخيار ده هم اكتر من طعام نبدأ بالخيار وهو المحتوى العالي الموجود فيه من المياه ويعد من الاطعامة يعني بتشتغل على تبريد الجسم في ايام الصيف الحرارة وممكن كمان ان احنا نستخدمه بشكل يعني غير مباشر يعني نزوده على السلطات نحط في الصندواتشات او ان احنا ناكله لوحده كوجبة خفيفة ده شيء كويس يعني كمان البطيخ لا شيء يعبر عن الصيف زي تناول شريحة من البطيخ وان كان يعقولها الحقيقة شريحة اه واجبة في الكون يعني بس شريحة ديه جايبة معي نتمنى من العمل والدراسة ان هم يغيروا شريحة لا ما هو احنا احنا شريحة احنا عارفين الشريحة قد ايه مش مش شريحة الصغار وعلى حسب حجم البطيخة برضو بتفرق يعني هو كلام عموما عن البطيخة باعتبار ان البطيخة هو فعلا يعني مليان موية وبالتالي هو موجود فيه معادن وفيتامينات بيساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وبيساعد كمان في عملية الهضم بحيث ان هو فيه يعني طعم حلو طبيعي على فكرة في مسألة اللي بيعمله رجيم وكده يعني البطيخ بس مش رايح مش اللي انا بتكلم عنها اه اه مش السمرة كاملة عشان بس ما قلتش معلومات فيها مشاكل يعني مش شلتش زنبوهم كمان الزبادي من الاطعمة المهمة جدا اللي بيعتبر غني بعدد من الفيتامينات وخيار رائع للحفاظ على صحة الامعاء خاصة خلال فصل الصيف وكمان الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي الزبادي بالنسبة لهم حل سحري طبعا من غير بقى ما نحط عليه اضافات اللهم ما انه ممكن معلقة عسل نحلة لكن مش سكر وممكن فواكه طازجة او اعشاب ده بيخليله نكهة حلوة وتقدر تستمتع به النعناع كمان ليه خصائص مهدئة وكمان بيساعد فيه تخفيف عسر الهضم والانتفاخ وكمان اوراق النعناع الطازجة اللي ممكن نحطها على السلطة او العصير او نحطها في مياه سخنة مع يعني شاي كده بيهدي المعدة كل الحاجات دي مفيدة وجزء مهم في يعني ان جسمنا يحتفظ بالمية في اوقات الحر وكمان الدراسة اتكلمت عن ماء جوز الهند وقالوا انه بيخليك تحافظ على رطوبة جسمك وقالوا ان يعني ده بيخلي تجديد للمعادن بالفوائد الطبيعية لماء جوز الهند على عكس المشروبات الرياضية السكرية بيكون طبعا ماء جوز الهند هنا منخفض في السعرات الحرارية بيحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم وبيخليه برضو شيء ممتاز جدا لتهدئة مشاكل المعدة عندنا كمان الموز بيسهل هضمه وبيكون سهل في الهضم خفيف على المعدة وبيعتبر يعني ثمرة مناسبة للي بيعانوا من اضطرابات في الجهاز الهضمي وممكن ده انه بيساعد باعتباره غني بالبوتاسيوم والالياب في تنظيم عملية الهضم وتخفيف اعراض حركة المعدة يعني حرق المعدة عفوا والارتجاع الحمد يعني الحقيقة ان كم الفواكه كتير جدا ممكن تفيد جسمنا والحمد لله ان فصل الصيف مليء بالفواكه المفيدة واللي بتعود جسمنا عن فقد الميا مع ارتفاع درجة الحرار لكن طبعا الاعشاب وكمان التوابل لها نصيب معنا يعني الزنجبيل عنصر اساسي في الطب التقليدي لخصاصه المضادة لالتهابات وبيساعد في تهدئة اترابات المعدة وكمان الشمام فاكهة مرتبة اخرى يمكنك اضافتها الى قائمة طعامك الصيفية الشمام غني بفيتامينات سي و اي وبالاضافة الى مضادات اكسادة بتساعد على تبريد الجسم الحقيقة ان كل الحاجات دي الى جانب كمان الشوفان ممكن تبدأ يومك بشكل صحي مع دقيق الشوفان هو من الاطعمة اللي بتبرد جسمك والمغزية في وجبة الفطار والشوفان بيحتوي على نسبة عالية من الالياف القابلة للذوبان وبيساعد على تنظيم حركة الامعاء وبيعزز صحة الجهاز الهضمي وده طبعا خيار مثالي جدا للناس اللي عندها مشاكل في المعدة الى جانب الخضروات الورقية وممكن كمان شوية شوفان مع الزباية دي مع يعني قطع من الموز والتفاح دي وجبة فطار متكملة تماما تخليك طول اليوم مش قادر تاكل اي حاجة تانية وحاجة كويسة للمعدة والله يقعد يقب لكن شاء الله يقعد الموضوع وكله كمان وعصائر وحاجات مشروبات ساخنة ده لست كمان معنا حاجات تانية بتحافظ على الجهاز الهضمي من الخضروات الورقية الغنية بالألياف زي السبانخ والليفت وكل ده والخاص كمان وهي من الخضروات المليئة بالمغازيات ولها فوائد كتير على صحة الأمعاء وكمان بتوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لان نشعر بالنشاط طوال اليوم وطوال فصل الصيف فطبعا يعني بما أننا خلاص في الربيع ونستقبل الصيف إن شاء الله بس لسه قدامنا أيام يعني أيام كتيرة لسه فصل الربيع في مهدو يعني وخلينا مكملين مع الربيع مع ارتفاع درجات الحرارة لكن زي ما قلنا الميزة في فصل الصيف كثرة الخضروات والفاكهة ويعني نتناول منها بكثرة ده مفيد لنا يعني اشتركوا في القناة